موسيقى استمرار الهدنة بين حماس واسرائيل يوم اضافي يتم بموجبه استئناف تبادل الافراج عن المحتجزين والاسرة مصر تواصل فتح معبر رفح لايصال المساعدات لغزة ووفد برلمان العربي يتفقد قوافل الاغاثة المحلية والدولية للقطاع الرئيس السيسي يتوجه اليوم الى مدينة دبي للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ كوب ثمانية وعشرون الذي انطلقت فعالياته بالامارات موسيقى موسيقى الرابع عصرا في القاهرة نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من النيل ونبدأها بعد الفاصل موسيقى موسيقى اهلا بكم اكد رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء رشوان انه تم تمديد الهدنة الانسانية في قطاع غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة لمدة يوم واحد وقال رشوان ان تلك الهدنة تتضمن حتى الان الاتفاق والافراج على عن عشر من المحتجزين الاسرائيليين والافراج عن ثلاثين فلسطينيا مع السمرار تدفق المساعدات الانسانية الى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في ايام الهدنة الستة السابقة اشار رشوان الى ان هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الانسانية لمدة يومين اضافيين سعيا لوقف اطلاق النار والافراج عن المزيد من الاسراء والمحتجزين وادخال مساعدات انسانية واغاثية اكثر لقطاع غزة واوضح رشوان ان الجهود المصرية القطرية المكثفة اسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة نجاح للجهود المصرية القطرية المتلاحقة في تمديد جديد للهدنة الانسانية المؤقتة في اللحظات الاخيرة قبيل انتهائها حيث توصلت اسرائيل وحركة حماس الى اتفاق على تمديد الوقف اطلاق النار يوما اخر للسماح للمفاوضين بمؤصلة العمل على اتفاقات لمبادلة المحتجزين في غزة باسرى فلسطينيين مستوى يوصف بالاصعب من التفاوض تنتقل له جهود الهدنة في غزة يتعلق بالتبادل المحتجزين العسكريين في القطاع فضلا عن جميع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي تحقيقا لرؤية ما يسمى بالكل مقابل الكل خاصة مع قرب انتهاء تبادل المحتجزين من المدنيين في القطاع بعد شهر ونصف من القصف والعدوان شكلت الهدنة بين اسرائيل وحماس اختبارا للميدان والمواقف السياسية ففيما نجحت الهدنة في ارساء التهدئة يترقب الفلسطينيون والاسرائيليون جهود ارساء هدنة طويلة الامد ورغم التصريحات الاسرائيلية باستمرار الحرب الا ان هذا التتالي لفترات الهدنة بات قادرا على بناء جسور ثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي حتى وان كانت ضعيفة رغم ذلك يبقى مستقبل غزة ومن سيحكمها بعد الحرب نقطة خلافية يجب على الوسطاء البحث فيها في ظل اقتناع الولايات المتحدة بضرورة ازاحة حماس من المشهد السياسي الفلسطيني وعدم المشاركة في حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على الجانب الاخر قالت تقارير غربية ان الهدن المتتالية سمحت لحماس باطالة سيطراتها على معظم انحاء غزة وتجميع صفوفها واعادة تمركز قواتها كما اكدت التقارير ان توقف القتال يفقد هجوم اسرائيل على القطاع زخمه كما يعرض هدف القضاء على حماس للخطر فضلا عن ان تأخير استئناف المعارك قد يضع حكومة ناتنياهو في مصار تصادمي مع وزراء حكومته من اليمين المتطرف اكدت اسرائيل انها تلقت لائحة جديدة باسماء محتجزين من نساء واطفال سيفرج عنهم اليوم في مقابل اسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس وبدأ سيريان الهدنة في الرابع والعشرين من نوفمبر وكان يفترض ان تنتهي اليوم عند الساعة السابعة صباحا الا انها مددت في اللحظات الاخيرة اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان بلينكين اكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين تنياهو ضرورة حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة مع قرب انتهاء التهديئة وضرورة محاسبة المستوطنين اليهود المسؤولين عن اعمال العنف ضد الفلسطينيين وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر ان بلينكين شدد خلال اجتماعه مع ناتنياهو على ضرورة مراعاة الاحتياجات الانسانية وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل اي عملية عسكرية هناك مضيفا انه حث اسرائيل على اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لتجنب الحاق الاذى بالمدنيين كما يلتقي وزير الخارجية الامريكي في رمالة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات في الاراضي المحتلة اعلنت حركة حماس تبنيها لهجوم اطلاق النار في ضاحية رموت الاستيطانية في القدس والذي ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة سبعة اخرين باعية الى التصعيد استشد فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي بزعم قيامه بعملية دهس عند حاجز عسكري في منطقة غور الاردن بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تمديد الهدنة بين جيش الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة لليوم السابع استمرت اسرائيل في عدوانها على الاراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية مما اسفر عن استشهاد فلسطينيين ومقتل ثلاثة اسرائيليين واصابة ثمانية اشخاص في هجوم باسلحة نارية عند محطة لتوقف الحافلات في غرب مدينة القدس المحتلة في الوقت ذاته استشهد شاب فلسطيني واصيب اربع اخرون برصاص الاحتلال الاسرائيلي غرب رامالله امام سجن عوفر العسكري في بلدة بيتونيا حيث تم الافراج عن نصف الدفعة السادسة من المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي بموجب صفقة التبادل كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عسكريا الاحياء القريبة من سجن عوفر العسكري في بلدة بيتونيا وصولا الى دوار المدارس وسط البلدة في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اربعين فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة بينما جرى اعتقال اسيرين محررين وعضو مجلس بلدي من محافظة طباس الواقع الى الشمال من اريحة ومع غياب الحل السياسي للقضية الفلسطينية تتواصل هجمات الاحتلال مما يصفر عن استشهاد واصابة فلسطينيين مما يستدعي الى تكثيف الجهود الدولية من اجل الدفع بجهود احلال السلام الدائم والشامل واقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين يواصل معبر رفح تلقي المساعدات الاغاثية لادخالها لقطاع غزة وبالتوازي يستمر مطار العريش الدولي في استقبال الطائرات التي تحمل مساعدات الى قطاع غزة حيث من المقرر ان يستقبل اليوم طائرة قادمة من الكويت تحمل عشرة اطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية وكذلك طائرة مساعدات قادمة من الرياض على متنها مساعدات اغاثية ومتنوعة شملت مواد غذائية وايوائية وطبية تزن واحدا وثلاثين طنا كما قام وفد من البرلمان العربي بزيارة الى محافظة شمال سيناء لتفقد اوضاع المساعدات المحلية والدولية المقدمة لقطاع غزة الى جانب تفقد المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العريش العام والشيخ زويد في سيناء بعد التحية يمكن ما زلنا نرصد الاوضاع امام معبر رفح المصري هناك زيارات متتالية الى المعبر سواء على المستوى الاممي او على المستوى الدولي والاقليمي ايضا الى معبر رفح زيارات لطرح حجم المساعدات المصرية التي يتم تجهيزها على مدار الساعة وايضا ليتم التأكيد من هنا من امام معبر رفح على عدة امور اهمها منع تهجير الاخوة الاشقاء الفلسطينيين اضافة ايضا الى الدعم المتواصل لابناء قطاع غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم والمتكرر طوال خمسين يوما قبل بداية هذه الهدنة ممكن اليوم لدينا زيارة مهمة لالغاية للبرلمان العربي والنداءات مستمرة لمختلف دول العالم بضرورة وقف اطلاق النار يسعدنا ان يكون معنا على الهواء مباشرة دكتور عدل عسومي رئيس البرلمان العرب رحب بك فندم على شاشة النيل للاخبار هناك مواضيع كثيرة للحديث عنها من امام معبر رفح البداية اهم اهداف هذه الزيارة الى المعبر وتأكيدات المطلوبة ايصالها سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي طبعا هو اهم شيء هو ان اهم تأكيد دعم الشعب العربي وغوف الشعب العربي مع الاخوان في فلسطيني بشكل عام في غازة بشكل خاص وادانتهم لهذا العدوان الغاشم الذي مثل ما تفضل عدوان السمر الخمسين يوم رأينا كل انواع الانتهاكات انتهاك الغانون الدولي انتهاك الغانون الانساني فوجودنا هو رسالة دعم ورسالة قوة للاخوة الفلسطينيين بان كل الشعب العربي معهم ليس متعاطف فقط بل داعم ومسخر كل المكانيات امانا ما رأيناه من مساعدات ومن تسخير كافة امكانيات الدولة المصرية هذا امر مشرف بالنسبة لنا ونشوفه وهذا ليس بغيره على الجمهورات المصر العربية نحن طبعا نتابع من اليوم الاول كل الجهود التي يقوم بها الجميع ومتابعين للجهود الذي يقوم فيها فخامة الرئيس عفتاح السيسي سواء على المستوى السياسي او على المستوى الانساني امانا اجتمعنا بالمحافظ والطلعنا على كم الخدمات التي قدمت للاخوة الفلسطينيين وما يفرح القلب بانا رأينا ان الدولة المصرية قدمت المصلحة الفلسطينية على المصلحة المصرية وهذا ليس بغريب مصر دائما تقف مع الدول العربية وتحمي وتساعد دون اي تردد لذلك فالبرلمان العربي يقدر عاليا هذه الجهود نقدر في نفس الوقت الجهود المصرية والغطرية في وقف في الهدنة لكن في نفس الوقت نطالب احنا كبرلمان عربي باسم الشعب العربي باسم الانسانية ان يكون هناك وقف دائم للغتال وعدم تكرار ما تعرض له الاخوة الفلسطينيين طوال الخمسين يوم الماضية امانتا وندعو خاصة الدول الكبرى المؤثرة والدول الدائمة العضوية ان تقير من موقفها وان تقف مع الحق وتقف مع الانسانية وتقف مع المظلوم لان الذي تعرض له الاخوة الفلسطينيين هو مرفوض من ناحية الانسانية قبل ان يكون مرفوض من ناحية الغواني الدولية لذلك ندعوهم ان يكون هناك ضغط على قوات الاحتلال لكي لا تعود وتخصف في عدوان غاشم امانة نعول على الشعوب الدولية على شعوب العالم التي فعلا كانت عند مستوى الاحساس بالانسانية وهنا ضغطت في شكل كبير والبرلمان العربي بيستمر في التواصل مع البرلمانات سواء المحلية او الاقليمية او الدولية لكي يتم الضغط على القوات الاحتلال منها يكون هناك ضغط دولي لكي يتوقف تعنتها ولكي تحترم الغانون الدولي وتحترم انسانية الشعب الفلسطيني عايزي نعرف التحركات الفورية التي ممكن ان يتخذوها البرلمان العربي لادانة قرائم العدوان الاسرائيلية على قطاع غزة واعتقد ان جزء منها مؤرشف وموصق طبعا نحن الان عندنا دينا ملف كامل سيقدم لمحكمة جنائي الدولية شكوة باسم الشعب العربي كنا البرلمان العربي يمثل الشعب العربي وطبعا نحن نراصل ونزود كل البرلمانات تقريبا اكثر من 80 برلمان بما تعرض لأخوة الفلسطينيين اما نتا الذي تعرض لأخوة الفلسطينيين هو موجود على كل مستوى العالمي لكن البرلمان العربي يعزز بان هناك انتهاكات يجب عليكم ان يكون لكم دور في اداناتها واغفها كون انتوا لديكم مسؤولية دولية وانتوا تدعون بانكم تحمون حقوق الانسان وكذا امانة رأينا تناقض كبير بين موقفهم في اوكرانيا وموقفهم في فلسطين فكل هذه الامور كالبرلمان العربي سعر كشفة لكي تكون الحقيقة واضحة امامهم ولكي نضعهم في زاوية لا يستطعون مرة اخرى يكررون موضوع حقوق الانسان ومراعاتهم لحقوق الانسان ودعمهم لحقوق الانسان فنحن كبرلمان العربي مستمرين في اداء دورنا وهذا اغل شيء نستطيع ان نقف به امانة ما رأيت الان من حماس لدى الاخوة المصريين العاملين الان في معبر رفع خاصة الذين يقودون الشاحنات تحس انه فعلا عاوز يروح يجتهشد في فلسطين فامانة هذه المشاعر العربية التي لا يستطيع احد هزيمتها الشعب الفلسطيني قوي وصابر وان شاء الله الله معه وكل شعوب العالم الحرة معه وان شاء الله في يوم من اليوم نصل قازة باريحية وتكون قازة حرة وفلسطين حرة وان شاء الله هذه امنية كل عربي مسلم وكل حر على مستوى العالم دكتور عادل اخيرا الجزء الخاص بالدعم الخاص بالمساعدات من خلال البرلمان العربي من خلال التواصل مع مختلف الدول العربية والجزئية الثانية المتعلقة بكيف سوف يتم التحرك على مستوى الارض هل هناك وفود سوف تزور مرة اخرى معبر رفع هل هناك زيارة للمستشفيات والمصابين طبعا احنا بعد المعبر سنذهب للمصابين والله عيننا نستطيع تحمل ما سنشاهده من اصاباته طبعا البرلمان العربي متواصل مع اغلب الجهات الدعمة بس ندعو قوات الاحتلال ان تساعد وان تسمح بدخول كل القافلات الان الموجودة التي تقدم شتى انواع المساعدات الانسانية هذا اغل شيء يمكن يقومون بالكي على الاقل يبادروا بحسن نية تجاه ما عملوا من مصاب مصاب للاطفال والسيدات والشيوخ وكافة المدنيين فطبعا المساعدات امانة موجودة من كل دول العالم تغريبا هذه اكد احقية الغضية الفلسطينية واقتنع الشعب العالمي الحر بالغضية الفلسطينية واقتنع بان الفلسطين تتعرضوا لابشع انواع الاعتداءات التي لم تمر على مستوى مثلها تاريخيا دكتور عدل عسومي رئيس البرلمان العرب شكرا جزيلا حضرتك اعزائي المشاهدين ما زلنا ننقل الصورة اول باول من امام معبر رفح ضرورة التحركات سواء على المستوى المصري او الاقليمي فيما يخص المستوى العربي وايضا الدعم الكامل من مختلف الدول رأينا مظاهرات داعمة لفلسطين رأينا رؤساء وزعماء على مستوى العالم يغيرون من وجهة نظرهم تجاه القضية الفلسطينية يبقى ضرورة الضغط خلال المرحلة القادمة لادخال هذا الكم الكبير من المساعدات ويضاف ايضا الى ذلك التحركات العجلة لوقف اطلاق النار حتى لا تتم ابادة الشعب الفلسطيني على ارضه ويفقد وطنه الذي لا ما طالما دعا ان يكون هناك دولة مستقلة للفلسطينيين شكرا الزميل حمادة العربي من معبر رفح شدد احمد ابو الغيت الامين العام لجامعة الدول العربية على ان ادخال المساعدات الانسانية الى غزة في اطار الية مستدامة وناجزة يمثل فارقا بين الحياة والموت لملايين السكان المكدسين في خيم الايواء في قطاع غزة ومدارس الانوروا في جنوب غزة مؤكدا ان من المهم الحيلولة دون وقوع السيناريو المرفوض بموت الفلسطينيين جوعا ومرضا بدلا من موتهم قصفا جاء ذلك خلال كلمة القاها الامين العام امس امام مجلس الامن خصصت لمناقشة الوضع في غزة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يستضيف اليوم الاردن اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الانسانية في غزة بمشاركة قادة منظمات اممية حكومية وغير حكومية وممثلي دول عربية واجنبية من المقرر ان يشارك العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في جانب من الاجتماع الذي يعقد في جلسات مغلقة ضمن مبادرة اجتماعات العقبة للتوصل الى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الازمة الانسانية في غزة وضمان ايصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كاف ومستمر يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الى مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ كوب سبع كوب ثمانية وعشرون تأتي مشاركة الرئيس السيسي بقمة المناخ تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات الذي تتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الاطراف وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر وأوضح المتحدث الرئاسي ان الرئيس السيسي سيركز خلال اعمال القمة على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الاطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر الفين اثنين وعشرين من المقرر ان تتضمن زيارة الرئيس ايضا عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات للتباحث حول دفع اطر التعاون الثنائي والتباحث حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية اشتركوا في القناة 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 بس الحقيقة ان ده مش فيلم وده مش نجمك المفضل اللي هيدخل من فيلم الفيلم ومن شخصية لشخصية ويمارس حياته بشكل طبيعي وده مش سحر السينما ولا ناس بتموت عشر مرات دون الشخصيات من افلام بنحبها كل دول بشر لازم نتحرك علشانهم لازم ندعمهم علشان مع بعض ممكن نوقف حروب العالم وننشر السلام منتدى شباب العالم شباب من اجل احياء الانسانية ايديكس الفين ثلاثة وعشرين المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة على ارض مصر ملتقا هو الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعرض احدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم في الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر الفين ثلاثة وعشرين بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ايديكس الفين ثلاثة وعشرين حدث عسكري استثنائي على ارض مصر اشتركوا في القناة 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 هو عشان انت مش هتنزل عايز الناس كلها زيك ما النتيجة معروفة انزولي مش هدي في اي حاجة على فكرة انت كده بتفرط حقك ينزل ولا ما ينزلش اعمل يا بابا اللي انت عايزه اللي عرفه عندك رأي مقتنع بيه تنزل طوله في الصندوق وانزل ليه؟ ما قلت رأيك في السطوك اوه كتير بنفتكر لما نقول رأينا في قعدة صوتنا كده خلاص وصل وعده لكن الحقيقة رأيك مش هيعدي الاوتوبيس اللي انت فيه والصوتك مش هيوصل للعالم كله الا بالصندوق الهيئة الوطنية للانتخابات دورنا نحمي حقك ودورك تمرسه شارك صوتك هيوصل دعا وزير الخارجية سامح شكري خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ كوب ثمانية وعشرين الى الوقوف دقيقة حداد على ارواح ضحايا غزة كانت فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ قد انطلقت اليوم في مدينة دبي وتستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل سلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاطراف كوب ثمانية وعشرين لدولة الامارات العربية المتحدة وخلال كلمته دعا شكري الى اشراك الدول النامية في جهود مكافحة تغير المناخ مشيرا الى اهمية تحسن الافعال تحسين الافعال الخاصة بالتغير المناخي واضافة شكري واضافة شكري خلال انطلاق المؤتمر المنعقد في مدينة اكسبو ان الحوار المناخي امر في غاية الاهمية من اجل الحفاظ على كوكب الارض قال وزير الخارجية سامح شكري ان خلال ترأس مصر لمؤتمر الاطراف كوب سبعة وعشرين استطاعت تحقيق انجاز كبير في ملف الانتقال من الوعود ووضع القواعد والالتزامات للتنفيذ واضافة شكري في كلمته خلال تسليم رئاسة مؤتمر المناخ الى سلطان الجاب الرئيس الدورة الحالية بالامارات ان انشاء صندوق الخسائر والاضرار واعتماد برامج تخفيف الاضرار يعد انجازا كبيرا حققه مؤتمر كوب سبعة وعشرين وقد اكد وزير الخارجية سامح شكري ان مؤتمر كوب سبعة وعشرين كان بمثابة انطلاق عهد جديد للعمل المناخي ومواجهة التغيرات المناخية مشيرا الى ثقة مصر في ان قيادة الامارات للدورة الجديدة من مؤتمر الاطراف للمناخ سيجعلنا نقترب من تحقيق الاهداف المرجوة وفي حين ان نتائج شرم الشيخ اخذتنا خطوة الى الامام وفي الطريق الصحيح هذه الرسائل المطلقة يجب ان نتصدى اليها بسرعة وبفعالية لكي نضمن ان لا تذهب جهودنا سوداء ومع نقل مصر القيادة للامارات العربية المتحدة كلني ثقة في ان التصدي لهذه المشاكل ستكون ما سيركز عليه الرئيس الشديد لمؤتمر الاطراف وتحت القيادة الحكيمة لمعالي الدكتور سلطان احمد الشابر سنقترب من تحقيق وينضم الينا مباشرة من دبي موفد انيل هاني فرج هاني كيف تبعت اهم ما جاء بالجلسة الافتتاحية لدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية كوب 28 نعم المشاهدين الكرام والزملائي في الاستوديو بالفعل مصر اولا قامت بتسليم الرئاسة رئاسة الكوب 28 لدولة الامارات العربية الشقيقة وذلك من خلال السيد سمح شقي وزير الخارجية بالفعل كان هناك عدد من رسائل الهمة التي قيلت بين الجانبين بين مصر والامارات في هذه الجلسة الافتتاحية على سبيل المثال السيد سمح شقي قال انه يجب العمل اكثر واكثر من خلال جعل الدول ان تخوض في مسألة التغير المناخي وبالفعل كما نعلم جميعا ان هناك ازمة حقيقية فيما تعلق بما يسمى ليس فقهة التنمية المستدامة لكن ايضا التنمية المقاومة للتغير البيئي وهو ما يسمى بالانجليزية resilient development نعم هذا المصطلح في غاتل اهمية لان الدول حاليا كما تبعنا وكما شهادنا خلال عام 2023 تضرب زلازل وتضرب عصير لسيمة في منطقة الشرق الاوسط اذا من يمتلك البنية التحتية القوية البنية التحتية القادرة على مقاومة هذا التغير المناخي هي الدول التي تستطيع ان تستثمر اكثر واكثر او تجذب استثمارات خارجية اكثر واكثر ايضا كنا نرى ان هناك السيد سلطان الجابر رئيس الدبرة الحالية لكوب 28 اشار الى ضرورة تعاون الجميع رؤية الامرات في الكوب 28 ليست فقط القطاع الحكومي هم من سيقوم بهذا العمل المناخي ولكن ضرورة الانخراط الفعلي وعن قربه اكثر فاكثر من جانب القطاع الخاص من اجل الوصول الى حلول فعالة حلول فعلية فيما تعلق بالعمل المناخي جذب الاستثمارات على الارض التنمية المستدامة التنمية المقاومة للتغير المناخي دعوني اقول لكم ان مصر لازالت صوت افريقيا حتى في هذه القمة كوب 28 انا بالفعل قمت ببعض اجراء بعض اللقاءات مع عدد من الاشقاء وشقيقات الافريقيات الذين يعملون في مجال العمل الاهلي وفي مجال العمل البيئي تحديدا والذين قالوا ان مصر بالفعل لازالت يا صوت افريقيا وهم فخورون بهذا الامر خلاص يما فيما تعلق بصندوق الخسائر والتعويضات التي انشأها كوب 27 في شرم الشيخ العام الماضي دعوني اقول مرة اخرى بالفعل وهذا ما اطلعت علي ايضا من قراءاتي في الصحف العربية والصحف الاماراتية ان نعم انظار العالم تتجه الى دبي ولكن في المخيلة وفي الاعتبار قرارات قمة شرم الشيخ قرارات قمة كوب 27 لاسيما مرة اخرى صندوق الخسائر والتعويضات لان هذا هو المفتاح الحقيقي لأي تغيير والوصول لأي عمل ناجح في مجال مكافحة سخونة الارض والوصول بها الى الحد من واحد ونصف درجة موية قبل عصر الصناعة مرة اخرى الدولة الامارات العربية الشقيقة تعمل حاليا في الوصول الى الحلول الفعلية بكل الوسائل وبكل الطرق غير التقريدية وكانت هذه احدى اهم الرسالة التي بعث بها السيد سلطان الجابر رئيس الدورة الحالية لكوب 28 الزميل هاني فارق شكرا جزيلا لك اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انه يتابع مع وزير الصحة خالد عبدالغفار موقف المصابين الذين يصلون الى مصر من قطاع غزة وتتولى مصر معالجتهم وتقديم سبل الرعاية الطبية لهم وكذلك موقف الاطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم ضمن جهود مصر الانسانية خلال الحرب على غزة وخلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية اكد مدبولي انه يتابع بشكل دائم موقف نفاذ المساعدات المختلفة والوقود لقطاع غزة منوها ان مصر قدمت النصيب الاكبر من المساعدات للاشقاء بفلسطين تصريحات هامة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء ابرزها ان مصر رغم التحديات المختلفة قدمت النصيب الاكبر من المساعدات حتى الان للاشقاء في فلسطين وفي سياق اخر اشار مدبولي الى انه تم انتقال اكثر من 48 الف من الموظفين حتى الان للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة واكد ان نسبة اشغالهم للوحدات السكانية بالمرحلة الاولى قد وصلت الى 80% في حي ظهرة العاصمة بمدينة بدر ووجه بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من اسكان الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة كما كلف رئيس الوزراء باغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيا حتى تنتهي مجموعات العمل من خطط الاستقلال الامسل لها وخلال الاجتماع استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الاستراتيجية للوزارة 24-29 والتي تهدف الى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتطوير المنظومة التعليمية وتشجيع الابتكار وعلى جانب اخر شهد رئيس الوزراء توقيع مذكر التفاهم بين نهاية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واحدة الشركات الامريكية للتوسع في انشطة تصدير خدمات تصميم الالكترونيات واشباه المواصلات والانظمة المدمجة انطلاقا من مصر كما تنص الاتفاقية على خلق 500 فرصة عمل جديدة للشباب المصري من الكفاءات المتخصصة خلال السنوات السلاس المقبلة احمد ابو الحسن النيل للاخبار نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل رئيس الوطنية للانتخابات يبحث يحث المصريين بالخارج على اعمال حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وقفة مع اخبار الاقتصاد والزميلة شراز الوفاء تفضل شراز شكرا مونا اهلا بكم مشاهدين واهم اخبار المال والاعمال قناة السويس تسجل ارقام قياسية جديدة وعائدات غير مسبوقة بعبور 2264 سفينة خلال شهر نوفمبر الجاري قال رئيس هيئة قناة السويس اسامة ربيع ان احصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر الحالي سجلت ارقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد اعداد السفن والحمولات ليصبح الاعلى على مدار تاريخ القناة واضح رئيس الهيئة ان حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 2171 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 4.3% مضيفا ان عائدات قناة السويس خلال شهر نوفمبر من العام الحالي حققت زيادة كبيرة قدرها 20.3% وضع وزير تجارة وصناع احمد سمير حجر الاساس لمجموعة مصانع ميديا بمنطقة السادات باستثمارات بلغت 105 ملايين دولار ليبلغ اجمالي استثمارات المجموعة في مصر نحو 247 مليون دولار تعمل على توفير 3900 فرصة عمل من جانبي قال رئيس مجلس ادارة ميديا مصر عمر سعيد ان نحو 40 الى 50% من حجم انتاج المجمع سيكون للتصدير لافتا الى انه من المستهدف ان تتراوح نسبة المكون المحلي من 50 الى 70% مضيفا انه سيتم افتتاح المرحلة الاولى من المصنع بالربع الاول من 2025 بحث وزير بيترول طارق الملة مع رئيس شركة ترانس جلوب الكندية خطط الشركة لحفر اربع ابر جديدة خلال العام المقبل في اطار برنامج حفر مكثف لتعزيز معدلات انتاجها البالغة حاليا نحو 11.5 الف برميل مكافئة يوميا وتابع وزير بيترول مع مسؤولي الشركة الكندية برامج حفر الابار الجديدة للبحث عن البترول وانتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية اكدت وزيرة التخطيط هلا السعيد نجاح تجربة مدارس ارض القرية الكونية كنموذج للشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات تعليمية تطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بعدد من ممثل القطاع الخاص لبحث تكرار نموذج مدارس ارض القرية الكونية بالشراكة مع صندوق واستعرضت الوزيرة الاستثمارات الموجهة لهيئة الابنية التعليمية التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه انتعت اخبار المال والاعمال والان نعود مرة اخرى الى مونة الشايب مع اخبار السياسة اليك مونة شكرا شراز نتوقف مع فاصل قصير نتابع بعده نشرتنا اكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي ان الانتخابات الرئاسية خارج البلاد التي ستنطلق اعتبارا من الغد ولمدة ثلاثة ايام متصلة تمثل استحقاقا انتخابيا بالغ الاهمية وانه يتعين على جميع ابناء الشعب المصري خارج البلاد الحرص على المشاركة الايجابية الفاعلة وضف المستشار ان الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتدخر جهدا في سبيل التيسير على الناخبين وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ امامهم موضحا ان الهيئة حددت 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم كمراكز انتخابية للمصريين في الخارج من المقيمين او الزائرين للادلاء باصواتهم يتوجه الناخبون المصريون المقيمون في الخارج غدا الاول من ديسمبر ولمدة ثلاثة ايام الى صناديق الاقتراع بمقر استفارات والقنصليات التابعة لهم لكل دولة للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس القادم لمصر خلال دورة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات وذلك مع بدء انطلاق اولى جولات الماراثن الانتخابي بالخارج الذي يتنافس فيه اربعة مرشحين للفوز بمنصب الرئيس وهم المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي رقم واحد في قائمة المرشحين رمز النجمة المرشح محمد فريد سعد زهران رقم اثنين رمز الشمس المرشح عبدالسند حسن محمد يمامة رمز النخلة والمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر المرشح الرابع ورمز السلم للمزيد من المتابعة تنضم الينا من مقار الهيئة الوطنية للانتخابات مراسلة النيل ولاء الحديني ولا ماذا لديك من تفاصيل عن اخر استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية بالخارج نعم تحياتي لك مونة والاستاذ المشاهدين بالفعل انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من استعداداتها واجراءاتها لتنظيم عملية الانتخابات خارج البلاد الانتخابات ستجرى داخل 137 لجنة فرعية بداخل 121 دولة كما ذكرت ايضا تبدأ عملية التصويت داخل اللجان الفرعية في الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت المحلي لكل دولة الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد اعلنت في بيان لها قبل ذلك ان لكل مواطن مصري متواجد في الخارج لفترة وجيزة او مقيم في الخارج له حق التصويت في الانتخابات والحق الذي كفله له الدستور والقانون من خلال اظهار بطاقة الرقم القومي ولابد ان تكون سارية او اظهار جواز الصفر ويكون ايضا ساري ايضا الاجراءات والاستعدادات التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم عملية الانتخابات خارج البلاد في الاول والثاني وثالث من ديسمبر تمثلت في التشغيل التجريبي لكافة الاجهزة وايضا البرامج التي تقوم بتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين من خلال الدعم الفني بفرق الدعم الفني التي تقدم الدعم لكافة الصفرات والكنسوليات في الخارج ايضا كان هناك لقاءات افتراضية مع السسادة الصفراء ومع رؤساء اللجان الفرعية هذه اللقاءات تم تناول خلالها ومناقشة ضوابط الانتخابات وايضا تم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول العملية الانتخابية وحول الضوابط القانونية والتنظيمية والفنية للعملية الانتخابية كان هناك ايضا محاضرات قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات داخل وزارة الخارجية لرؤساء اللجان ولرؤساء البعثات المنقلين للخارج ايضا عن ضوابط العملية الانتخابية والجانب الفني والجانب التنظيمي والجانب الاداري الهيئة الوطنية للانتخابات منا كانت قد اعلنت من قبل عن مجموعة من الضوابط لتنظيم العملية الانتخابية الى جانب الاجراءات والاستعدادات والتي تمثلت ايضا في ان يكون لابد من اظهار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية او جواز الصفر ايضا لا يحق لمن لم يستخرجوا بطاقة الرقم القومي الادلاء باصواتهم داخل اللجان الفرعية في المقار الدبلوماسية بالصفارات والقنصليات ايضا لن يسمح لأي مواطن مصري الادلاء بصوته مرتين سواء في الداخل او في الخارج اليوم وامس كانت فترة الصمت الانتخابي التي تسبق الانتخابات الرئاسية خارج مصر هذه الفترة التي يتوقف تماما المرشحون عن الدعاية الانتخابية التي تتمثل في اللافتات وفي المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة التي يعلنون عن البرنامج الانتخابي لإقناع الناخب بهذا البرنامج وايضا تتمثل في الظهور في وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة ايضا الهيئة الوطنية للانتخابات كانت وضعت مجموعة من الضوابط من قبل هذه الضوابط التي تنظم عملية الدعاية وهي عدم السماح باستخدام الشعارات الدينية او استخدام اي شعارات تمث من وحدة المجتمع وسلامة المجتمع وعدم استخدام دور العبادة والجماعات وايضا الهيئات الحكومية والمباني الحكومية وعدم استخدام وسائل المواصلات العامة سيكون هناك مؤتمر صحفية بعد قليل في الهيئة الوطنية يتحدث عن باقي الإجراءات والاستعدادات وسنوفيكم بكل ما هو جديد منا شكرا لك الزميلة ولاء الحديني من الهيئة العامة للانتخابات نعود مرة اخرى مشاهدين لجلسات كوب 28